ايها الابو الاقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي انهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الابانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست الباب البركة الرسولية لكم ولجميع احبائكم ايضا وخاصة الاطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والاشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست الباب فرانسيس تأمل قداست الباب اليوم في صلاة اليا في اطار تعليمه في موضوع الصلاة قال قداسته يقدم لنا الكتاب المقدس اليا رجلاً مؤمناً نزيهاً لا يساون معكوى الشر رمزه النار وهي صورة لقدرة الله المطهرة امتحنه الله ومر بشدائد كثيرة وظل أميناً إنه مثال لكل المؤمنين الذين يمرون بالتجارب والألام لكنهم لا يتنزلون عن الغاية السامية التي ولدوا من أجلها كانت الصلاة الرحيق الذي يغذي وجوده باستمرار وهو رجل الحياة التأملية وفي الوقت نفسه رجل الحياة العملية إذ كان مهتماً بأحداث زمانه ولم يكن في حياته ازدواجية فواجى حتى الملوك وقومهم وكان في حياته الروحية تطور فنمى وازداد مقدرة على الصلاة إلى أن رأى وجه الله الذي ظهر له في نهاية مسيرته على جبل حريب وكان إذ ذاك هارباً من وجه الملوك محبطاً وخائفاً فأعاد الله إلى قلبه الهدوء والسلام وأنهق داست الباب تعليمه قائلاً هذه هي قصة إلية لكن يبدو أنها كتبت لنا جميعاً قد نشعر أحياناً أننا وحدون ولنفع لنا إذ ذاك الصلاة هي ملجأنا حتى لو أخطأنا أو شعرنا بالتهديد والخوف لنعود مثل إليه أمام الله في الصلاة وسيعود الصفاء والسلام إلينا والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرك الناطقين اللغة العربية وأنها تحياتو البابا باللغة الإطالية وأنها تحياتو البابا باللغة العربية إن تلاوة المسبحة الوردية هي أجمل صلاة يمكن أن نقدمها لمريم العذراء وهي تأمل في مراحل حياة يسوع المخلص مع أمه مريم وهي سلاح يحمينا من الشرور والتجارب ليبارككم الرب جميعاً ترجمة نانسي قنقر